من النجومية والأضواء إلى دار المسنين هكذا انتهى المطاف بعدد الفنانين الذين عايشوا أجمل حياتهم من الشهرة ليختتموا رحلة حياتهم في دور العجزة ليكم أبرز فنانين انتهت رحلة نجوميتهم في دار المسنين الفنانة السورية هالا شوكت الفنانة هالا شوكت اعتبرت من أبرز فنانات الجيل الأول للدراما السورية وآثرتها بالعشرات من الأعمال الفنية المتميزة وساهمت هالا في شهرة الدراما السورية بالوطن العربي ودخلت الفنانة السورية هالا شوكت دار السعادة للمسنين في سوريا بمحض إرادتها حيث كان يدفع تكاليف إقامتها القصر الرئاسي في سوريا وتوفيق هالا شوكت في إبريل عام 2007 عن عمر يناهز 77 عاما داخل دار المسنين ومن أبرز أعمال الفنانة هالا شوكت مسلسل ليل الصلحية والخوالي وجميله هناء ومسلسل فصل الأربعة ودرب التبانة الفنانة المصرية الراحل أعمال فريد توفيت أعمال فريد في 19 يونيو عام 2018 داخل دار المسنين الفنانة المصرية الراحل أعمال فريد عايشة الشهرة والأضواء في فترة الزمن الجميل وشاركت في العديد من الأفلام ومن بينها لعبها دور البطولة مرتين مع العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ في فيلمي ليالي الحب وبنات اليوم أعمال فريد كانت قد اعتزرت الفن منذ عقود طويلة لكنها ظهرت قبل وفاتها بعام بحال يرثى لها جراء إصابتها بمرض الزهايمر فسارعت نقابة الفنانين إلى الاهتمام بحالتها الصحية والعناية بها إلى أن وفتها المنية حياة صاخبة بالشهرة والثراء ووصولا إلى العالمية عاشها النجم الراحل عمر الشريف إلا أن سنواته الأخيرة كانت مأساوية للغاية بعدما قضاها وحيدا في أروقة دار العجزة أصيب الشريف بمرض الزهايمر ناسيا كل تفاصيل حياته والتي لم يتذكر منها شيئا عن الإطلاق وانتهت رحلة حياته في عشر يوليو عام 2015 عن عمر يناهز الثلاثة وتمانون عاما الفنان المصري الراحل ناديا فاهمي وكان إداع الفنان المصري الراحل ناديا فاهمه مصحة المسنين قد أثار جدل واسعا حيث هاجم الجمهور كل من طليقها الفنان سامح السريطي وابنتها الفنان الشاب ابتهال السريطي بسبب تصرفهما الصادم ما دفع بزوجها سامح السريطي وابنتها الرد على الأمر بعدم التدخل في حياة منه الخاصة مرجعين الأمر بسبب نصيحة الأطباء الذين طلبوا نقلها لدار العجزة لتوفر العناية والرعاية الكاملة لحالتها الصحية وذلك بسبب إصابتها بالخلف والزهايمر ومن بعد نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي قامت نقاب تلميهن التمثيلية بنقله إلى دار المسنين وتكلفت بمصاريف علاجه ومن بعد نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي قامت نقاب تلميهن التمثيلية بنقله إلى دار المسنين وتكلفت بمصاريف علاجه وطفي عبد العزيز عن عمر يونهزل 82 عاماً في يناير عام 2016 داخل دار مسنين بمصر الجديدة الفنان العراقية الراحلة أملطها الفنان العراقية أملطها عانت من شلال نصفي تسبب في ابتعد أهله عنها في الأيام الأخيرة مما دفعها هي أيضاً للحياة في دار الرعاية للمسنين الكومودية أملطها قد تعرضت إلى جلطة دماغية منذ العام 2009 واعتزلت التمثيل على أثر إصابتها بشل النصفي ورحلت عن عالمنا في العام 2016 ترجمة نانسي قنقر